السلام عليكم وبركاته اهلا وسهلا بكم فيديو جديد الفيديو الاول في سنة عشرين تاتة عشرين كل سنة وانتم طيبين النهاردة هنجاوب على التحدي اللي كنا حاطناه الاسبوع اللي فات واول حاجة تعال نفتكر مع بعض التحدي كان بيقول ايه عندي جدول في العروض اللي جاية لي من تلات موردين على ستة من المنتجات وموجود في الجدول الاسعار اللي جاية من كل مورد على كل منتج المطلوب اني باستخدام باور كويري استخرج اقل سعر من كل برودكت بحيث ان انا اقدر اعرف مين المورد اللي هاخد منه اقل سعر لكل منتج مش بس كده كمان اجيب اسم المورد اللي اداني اقل سعر يعني مثلا برودت وان اقل سعر عندي 7.9 وده فعلا المهم برايس وكمان اجيب اسم الفندر اللي جاب السعر ده وهو في الحالة دي فندر رقم واحد الحقيقة جات لي حلول كتير كلها ممتازة ياما معتمدة على اليوزر انترفيس ياما معتمدة على الريكورد فانكشن انا كان الحل بتاعي معتمد على الريكورد فانكشن وده اللي هابدأ بيه النص الاول من الفيديو النص التاني هوريكو افضل ما جاء بالنسبة لموضوع اليوزر انترفيس ولكن مش حل معين من حد معين هو عبارة عن خلطة ما بين مجموعة الحلول اللي جات لي حاولت اوضح افضل ما فيها العيب الوحيد اللي اللي لاحظته ان الحل باستخدام اليوزر انترفيس في الغالب بيكون طويل شوية حتى لما انا حاولت اقصره قدر المستطاع برضو فضل اطول من الحل بتاع استخدام الريكورد فانكشن انا اخدت الجدول على باور كويري وزي ما انت شايف ريكورد فانكشنز ده اسم الكويري لاني هنجرب حلها ببعض الفانكشنز وهيكون من ضمنها بعض الريكورد فانكشنز طب ايه المطلوب مطلوب ان انا في اخر التابل ده ازود عمود اضافي يكون في السعر الاقل دي الخطوة الاولى ازود عمود يكون في السعر الادنى او السعر الاقل سوف اذهب الى السعر الادنى سوف اضافي الادنى سوف اضافي الاسم للكولوم الجديد وليكن مثلا لوست برايس ثم نفكر كيف نجيب السعر الادنى ما بين الثلاث اسعار الثلاث اسعار موجودين في الثلاثة ثلاثة اسعار طيب لو انا حبيت اضافتهم جنب بعض جوا قائمة هل ممكن اعمل كده ممكن افتح كري براكت واعمل دبل كليك وبعد كده كما واعمل دبل كليك ثاني كما دبل كليك على فيندور 3 واقفل الكري براكت وادوس اوكي هتلاقي عندك كولوم جديد والكولوم ده كل سطر من الكولوم ده جواه list ولو عملت تشاك على list زي ما انت شايف هتلاقي اتاتات اسعار موجودين يبقى انا ممكن المنتهة البساطة استخدم function زي list.min واجيب السعر الاقل تعال نجرب add list.min وبعد كده افتح قوس ونقفل القوس في الاخر ونقول اوكي هتلاقي عندك السعر الاقل ما بين اتاتات اسعار طب تعال نعمل add ونبص مع بعض بصت كمان على الكود اللي مكتوب خد بالك هنا فندور 1 و 2 و 3 مكتوبين باليد يعني معنا كده لو زاد علي فندور 4 و 5 و 6 هتطر اخش جوه الكويري وعمل تعديل يبقى محتاج افكر في طريقة مختلفة تعال نسيب list.min ممكن اعمل اتنين فورد سلاش كده هتلاقي كلام الكتب بالاخدر وممكن نبدأ نحاول نعمل حاجة تانية طب الحاجة التانية دي هل اقدر اعمل reference لسطر بالكامل بغض النظر عن اسامي او ممكن ازاي باستخدام يعني ايه الكلام ده يعني بس كده اعمل underscore زي ما انت شايف كده ودوس على اوكي هتلاقي كتب لك هنا ايه record يعني دلوقتي ال column الجديد بتاعي بقى كل سطر منه عبارة عن الصف بالكامل اللي موجود في الجدول بتاعي ادي هو product 1 و ادي vendor 1 و 2 و 3 طب يعني ايه الكلام ده ايه ال underscore انا عملتها دي ال underscore دي ما هي الا short hand او short cut بستخدمه ممكن مرة يعبر عن record ممكن مرة يعبر عن table وممكن مرة يعبر عن list حسب الطريقة اللي بستخدمه بها طيب يعني معنى كده انا عندي هنا record ال underscore دي ما هي الا record وممكن احول ال record الى قائمة ينفع الكلام ده اه طبعا ينفع باستخدام function اسمها record to list فقابل ال underscore دي هكتب record dot to list وبعد كده افتح واقف القوس بعد ال underscore وادوس اوكي فهتلاقي الكلام اللي كان موجود في record تحول الى قائمة والقائمة زي ما انت شايف موجود فيها الاسعار ادي الاسعار اللي جاي من 3 فندر وكمان الكلام الاول اللي اسمه product يعني product 1 و ادي الاسعار الخاصة به طيب انا عايز اجيب minimum بتاعت ارقام يبقى انا ممكن اتخلى عن العنصر الاول اللي موجود في الليستة بتاع نعمل edit ونتاع نستخدم function ضريفة جدا اسمها list dot skip وافتح قوس واقفله في الاخر وادوس على اوكي هتلاقي على طول بقى عندك لستة جديدة واللستة دي اختفى منها العنصر الاول اللي هو في كل الاحوال هيكون اسم المنتج اعتقد كده الموضوع بقى سهل جدا بتاع نعمل edit مرة كمان ونستخدم list dot min ادي list و ادي dot min ممكن افتح قوس واقفله في النهاية وادوس على اوكي هتلاقي بقى عندك الاسعار موجودة لحد الادنى للسعر وطبعا افضل بكتير من الحل الاول او التجربة الاولى لاني في المحاولة الاولى او التجربة الاولى هحتاج كل مرة اعمل edit بنفسي ولكن المرة دي خلاص الاندرسكور دي حالتي المشكلة جابتلي الصف بالكامل واستخدمت record to list علشان احوله الى list وبعد كده استخدمت list dot min علشان اجيب الحد الادنى دلوقتي عايزين نحدد الفندر اللي قدم لي اقل سعر وعشان اعمل كده برضو هضيف كولوم جديد ولكن قبل ما اضيف الكولوم الجديد تعال نفكر هنعمل كده ازاي انا عندي هنا وليكن مثلا 7.9 وعندي كل الاسعار اللي جاء من الفندر زيب انا عايز ادور جوه قائمة الاسعار اللي موجودة هنا او جوه مجموعة الاسعار دي ولما لاقي السعر متطابق اروح اجيب اسم الفندر وهدوس اوكي اداني الركورد المرة اللي فاتت استخدمنا القيم اللي موجودة في الركورد لكن المرة دي انا عايز الاسامي او عايز الاسامي الحقول بتاعت الركورد يعني عايز وفندر 1 وفندر 2 وهكذا عشان اعرف استخرج منهم الاسم المناسب عشان اعمل كده تعال نعمل قائمة مرة تانية وقبل الاندرسكور دي هنستخدم فنشن اسمها record.field name وهفتح قوس قبل الاندرسكور واقف الالقوس بعد الاندرسكور وادوس على اوكي وهتلاقي عندك لستة باسامي الحقول او اسامي الفيلدز اللي موجودة جوه كل record. نفس الكلام بالزبط لو استخدمت table.column names هيديني بالزبط نفس القائمة دي مش هتفرق خالص. بعد كده عايز اعمل ايه تعال نعمل edit محتاج ادور جوه الليستة دي واعرف ال position المظبوط بتاع الفندر اللي انا عايز اجيب الاسم بتاعه افتكر معايا ان القوائم الترتبة من zero. يعني ال record الاولاني zero. ال record التاني واحد اتنين تلاتة اربعة و هكذا. عايز اجيب ال position المظبوط. يبقى انا محتاج اعمل عملية search. زي المرة اللي فاتت. هحط اتنين forward slash. ودول علشان الغي الكود اللي موجود في السطر ده. وتعالى نجرب حاجة تانية. هنحتاج record field names. ولكن هنجرب حاجة تانية. هنجرب function اسمها list dot position off. اكتب معايا list dot position off. والفنكشن دي هتساعدني ادور جوه الليستة. طيب انا عايز ادور فين? انا عايز ادور جوه ال records اللي كانت موجودة قبل كده. جوه قائمة records انا بصيت عليها قبل كده. يبقى هرجع تاني استخدم ال function اللي اسمها record dot list. هفتح قوس وحط ال underscore برضو عشان يحول لي ال record كله الى listة. وبقول له والله انا عندي listة. يا function اسمك list dot position off. انا عندي listة عبارة عن مجموعة من values. وعايز جوه مجموعة values دي تقول لي فين position بتاع lost price. يبقى هتدي له القيمة اللي موجودة في column lost price. دور لي عليها جوه الليستة النتيجة عن تحويل الصف بالكامل الى قائمة. ولما تقدر تجيبها تعمل ماتش اديني position المطلوب. وحقفل وحدوس اوكي. وتعالى نشوف النتيجة اداني position one. تعالى كده نجرب هنا. seven point nine. راح دور عليها بالعرض كده. هل هي تساوي product one؟ لا ما تساويش. طب تساوي vendor one. اه تساوي seven point one. طيب vendor one ده موقعه فين من الليستة؟ موقعه واحد. ليه؟ لان قلنا الليستة بتبدأ بزيرو. يبقى الموقع التاني هو واحد وديه الاجابة فعلا اللي موجودة هنا. طب تعالى نعمل قلت مرة كمان اتنين فورد سلاش دول. واستخدمت بقى عندي اسامي الحقول. وعندي الموقع بتاع المطلوب جوه. الليستة بتاعت اسامي الحقول او اسامي الاعمدة. يبقى لو حطيت قبليها carry bracket وفي النهاية carry bracket تاني. من يبقى انا قدر تحدد المكان المزبوط. اللي في اسم الفندور. فحروس على اوكي. فحتلاقي اسم الفندور ظهر معاك. ويبقى احنا كده خلصنا خطوتين بالزبط. تعال نغير اساميهم عشان نبقى عارفين دول بيعملوا ايه. right click and rename دي هسميها lost price. right click and rename ودي هسميها selected vendor. وبعد كده ممكن اروح على home واقول له close and load close and load to. table and existing worksheet. ونروح عند column K وندوس على اوكي. وهتلاقي ادي ال table بتاعك. لو غربت ازود وليكن مثلا vendor 4 ctrl c ctrl v right click هتلاقي الجدول بيتمدد وهتلاقي الحزبة بيحصل لها update بشكل ممتاز جدا. موسيقى عشان اشتغل بطريقة ال user interface انا قرار دي وديت ال table مرة تانية على power query والمرة دي ديت اسمي query user interface وتعال نشوف او نفكر ازاي ممكن نعمل كده مع بعض. الفكرة هتعتمد على ان انا اعمل unpivot وبعد كده اعمل grouping. unpivot يعني ايه؟ معنى unpivot ان انا احول الاعمدة الى صفوف اغير ال columns دي واخلي عندي صفوف بس يعني ايه؟ يعني عايز يكون عندي column لل product name زي اني موجود عندي ده. و column تاني الاسم ال vendor اللي موجود كheader دلوقتي للأعمدة وال column التالي يكون فيه كل الاسعار طبعا عارفيني ازاي نعمل كده هنختار column بتاع product name لانا مش محتاج اعمله unpivot وهعمل right click وقول له unpivot other columns فبقى عندي جدول عبارة عن ثلاثة اعمدة فقط اسم المنتج وبعد كده attribute وده ما هو الا ال vendor وبعد كده value وما هو الا price او السعر طيب انا عايز اغير الاسمي دي عشان انا استغلها بعد كده فممكن من formula bar هلاقي attribute ده الاسم default فممكن اغيره واخليه حاجة زي selected vendor والvalue ممكن اسميه lost price لان بعد كده العمودين دول هما اللي هيكونوا lost price والselected vendor كده خلاص انا غيرت الثلاثة اعمل طب الخطوة الجاية انا محتاج اجيب lost price بالنسبة لكل product احدد السعر الادنى بالنسبة لكل product وده هعملها عن طريق group buy واخدناها قبل كده وممكن احطيلك تحت الفيديوهات اللي بتشرح موضوع group buy وكمان موضوع un pivot طيب انا هختار العمود اللي فيه product name وهعمل rat click وقاله لو سمحت عايزك تعمل لي group buy هيفتح لي ويندو بتاعت group buy انا محتاج بس basic group هيكون على product name وتعالى نسمي اي حاجة هنا وليكن price عايز اجيب السعر الادنى فهقول له والله يهاتلي price وبعد كده هنا هختار اقول له لو سمحت اختار لي minimum هنا في operation ال operation ممكن تكون some average median حاجات كتير لكن انا هختار المن طب المن بتاع عنه column المن بتاع lost price ولو قلت له اوكي هيرجع تاني الجدول هيصغر زي ما انت شايف ويكون عندي بس المنتجات والسعر الادنى لكل منتج من المنتجات طب هل فيه طريقة انا ما اجيبش بس السعر الادنى اجيب كمان معا اسم الفيندور بالمرة او ممكن طبعا لو قدرت اعمل تعديل في الفنكشن اسمها table.group اللي بيستخدمها ال user interface عشان يعمل عملية ال group by الفنكشن بتقول table.group ده اسم الفنكشن وبعد كده بتختار الخطوة السابقة اللي هي كان اسمها unpivot other column موجودة هنا وبعد كده بتقول ال column اللي انا هستخدمه علشان اعمل عملية ال grouping والcolumn ده في الحالة بتاعتنا اللي هو product name وبعد كده بتفتح 2 curly bracket زي ما انت شايف وبعد كده بتحدد ال operations اللي محتاج اعملها علشان اعمل ال grouping ده طبعا ال operation على ال column اللي اسمه price وبعد كده بتقول each يعني في كل مرة في كل تكرار او في كل subgroup لو سمحت هاتلي list.min استخدمناها في المثال السابق وبعد كده اسم ال column اللي كان موجود في ال table الاصلي يعني لو رجعت هنا add lost price هنا بيدي له اسم ال column اللي هو محتاج يحسب منه lost price وبعد كده بيحدد type بتاعه اللي هو number علشان كده جيالي one dot two يعني number طب تعالي نغير شوية هل فيه function ممكن تجيب لي الحد الادنى او lost price بالنسبة لل table بالكامل مش بس العمود بتاع الاسعار بمعنى ايه انه يدور على lost price ويجيب ال row بالكامل بتاع ال table مش بس القيمة بتاعة الحد الادنى او السعر الادنى اه ممكن يبقى مكان list.min ممكن اغير واستخدم function تانية والفنكشن دي هتبقى اسمها table.min فبدل list حكتب table يبقى كده انا بيقول له انا هتديلك table وعايز منه الحد الادنى طيب تعالي نشيل lost price دي لانه خلاص ما بقاش column واحد انا عايز اديه table بالكامل طيب انهو table فيهم محتاج shortcut او حاجة ترفير لكل tables اللي كانت موجودة هنا قبل ما يحصل عامات البروكينج طيب ايه هي دي؟ هستخدم برضو underscore short hand اللي احنا قلنا ممكن مرة يمثل table بالكامل وممكن مرة تانية يمثل list وممكن في بعض الاحيان يمثل record زي ما استخدمناه في المثال الاول طيب مش ده الوحيد انا بقول له لو سمحت تعايز الرقم الاقل بالنسبة لل table وديته table لكن محتاج استخدم column معين عشان اجيب منه الرقم الادنى فلازم اديله column يكون فيه ارقام يبقى هعمل كاما ال column اللي فيه ارقام هيكون عبارة عن ال column اللي اسمه lost price يبقى لو سمحت دورلي في lost price ده اسم ال column في ال table اللي كان موجود هنا قبل كده ال table اللي احنا مش شايفين دلوقتي لكن كان موجود وانا بعمل عامات ال grouping وهاتلي ال row اقل حاجة موجودة فيه ال type number ما بقاش ينفع دلوقتي لكن ممكن استخدم type record لو عملت كده وعملت عامة الصح هتلاقي بقى عندك column جديد اسمه price وهتلاقي كل رو من الروز بتاعة ال column ده ما هي الا record لو عملت تشك على اي record منهم هتلاقي تحت اسم ال product الفندر بتاع الحد الادنى او لمديني السعر الاقل وايه هو السعر الاقل ونفس الكلام بالنسبة لكل الروز زي ما حراك شايف كده بالظبط طيب هل ممكن اكسباند القصة دي اه بالظبط كان عندي هنا تيبل بعمله اكسباند ال record كمان ممكن اعملها اكسباند نيبقى هستخدم الزوارين العكس بعض دول عشان اعمل اكسباند انا قراردي عندي product name مش محتاجه تاني وطبعا ما تنساش تشيل use original column name as prefix وادوس على اوكي فبقى عندك selected vendor وعندك lost price تعال نبص تاني على formula bar هنا بيقولك انا عايزك تيكسباند لو سمحت ال price ده كان اسم الكلوم السابق اللي كان موجود هنا ارجع خطوة الكلوم كان اسمه price ففي expanded price دي بيقوله انا عايزك تيكسباند ال price وادى لك اسامي الكلوم دي اسامي الكلوم الاصلية ودول الاسامي الجديدة فممكن اغير فيه ما انا حبيت لكن دي خطوة optional فان احشيلها خالص وحتى لو عملت الوقتي تشيك مارك مش هتلاقي اي تغير طب ليه انا عملت كده لاني عايز اعكس الترتيب عايز التزم بالزبط ارجع كده على record functions هتلاقي الترتيب كان معكوس يعني اسم الفندر جاي في الاخر وقبليه lost price فعايز التزم بالترتيب ده بالزبط فعشان اعمل كده وتكون ديناميكية ومش كل شوات سبب لي مشكلة فهاعكس الترتيب اللي موجود جوه اللي هنا دي يبقى انا ممكن اعكس الترتيب وبعد اعلمت الصح فكده عكسنا الترتيب اعتقد كده احنا وصلنا لنتيجة نهائية مش بطالة بقى عندي product name وعندي lost price وعندي vendor selected لك انا قلتلك انا عايز اوصل لنفس النتيجة بالزبط يعني عايز كل التيبل الاصلي وفي اخره بس يكون عندي lost price وselected vendor هل ممكن اعمل كده هنا اه مفيش مشكلة شفت بعض الناس وهي بتحيل القصة دي عملت copy تانية من الكويري وعملت برج مبين الاثنين كويري وده حل مش بطال وكويس قوي وانا كان ممكن اعمله هنا برضو كان هيشتغل كويس جدا لكن حبيت اوريك طريقة مختلفة انا ممكن اعمل merge من جوا نفس الكويري يعني ممكن اختار خطوة سابقة table قديم وفي حالتنا هيكون table بتاع السورس اللي موجود فيه table بالكامل وارجع اعمله merge مع الحتة الصغيرة دي بدلات product name وبالتالي هحصل على الجدول بالكامل من غير ما يكون عندي اتنين queries منفصلين طب عشان اعمل كده هعمل خطوة جديدة هروح على fx وهتلاقي لوحده برفرنس الخطوة السابقة خليني اشيل دلوقتي عشان هنستخدمها بشكل مختلف طيب ازاي اعمل merge من جوا نفس الكويري خد بالك ال user interface مش هيساعدك محتاج تكتب كود سريع جدا طب ايه ال function اللي بتعمل لي عملية ال merge ال function اسمها table.nested join فحكتب table وبعدين .nested join وبعد كده هفتح القوس واشوف طلباته عايز مني الجدول الاول طب افتكر الترتيب احنا كان الجدول الاصلي هو اللي موجود في الاول يبقى انا عايز هنا اعمل reference الجدول الاول واتفقنا انه موجود في خطوة source فحبدأ اكتب source يبقى كده لو سمحت روح جيبلي الجدول الاول طيب الطلب التاني عايز مني key as any key يعني اسم ال column اللي هستخدمه في عملية الماتشنج في الحالة بتاعتنا هيكون product name يبقى هفتح double code واكتب جواها product name بعد كده اعمل قامة الطلب التالت التابل التاني فيين التابل التاني اللي حضرتك عايز تعمله عملية merge في الحالة بتاعتنا هي الخطوة السابقة على طول expanded price وطبعا عشان فيه space في النص في اسم الخطوة دي محتاج احط قابليها hash وبعد كده اختار ها دي موجودة عندي هاو الحاجات الخطوات اللي فيها spaces اول واحدة expanded price هاختارها فكده اديته التابل التاني كما عايز ال key او ال column اللي هستخدمه في عملية الماتش في الحالة بتاعتنا هيكون برضو product name هم نفس الاسم والحاجة التالتة عايز اسم ال column هو هينشئ column جديد يتم فيه عملية المرج فعايز اسم ال column as text فممكن نديره اي اسم وليكن مثلا merge اسم ال column هيكون merge نفيش مشكلة خالص هل فيه طلبات اخرى اه لو عملت كما هينديني الطلب الاخير اللي هو ال join kind فحالتنا هيكون left outer وطبعا لو رجعت سلسلة شرح مبادئ power query اللي موجود فيها انواع المختلفة لل join kinds وهحط لك اللينك بتاعها تحت الفيديو لو حبيت ترجع لها فممكن اديره ال join kind فحالتنا هيكون left outer وطبعا فيه function اسمها join kind.lift outer اللي بتعرفه ان انا هستخدم ال left outer كده ال merge step كلها جاهزة اخد بالك لما بتعمل merge باستخدام user interface الكود ده بالضبط هو اللي بتكتب ويممكن تجربه بنفسك وتعمل فيه اي update او اي edit انت عايزه هستخدم ال check mark عشان اشوف النتيجة اللي هتطلع فعلا بقى عندي ال table الاصلي اللي هو source زي ما انت شايف اهو table source اهو اللي كان موجود هنا ارجع على custom one دي هتلاقي ال table بالكامل اللي بقى موجود بكل الاعمالة بتاعته وبعد كده في حاجة اسمها merge ده ال column اللي انا خلقته ولو عملت تشاك على ال table اللي جوه هتلاقي فيها product و هتلاقي فيها lost price و هتلاقي فيها selected vendor طب انا محتاج اعمل لها expand هروح على زي ما انت شايف كده الساهمين للعكس بعض و طبعا عندي product name مش محتاجه تاني همعيه uncheck ودوس اوكي فهتلاقي نفس ال structure بالضبط اللي احنا عملناه في الخطوة السابقة شوف كده كم خطوة واحد اتنين تلاتة اربعة خمس خطوات بعد السورس تعاني تشاك ال record functions خطوتين بس بعد السورس و اعتقد كمان الفكرة اوضح و اسهل انا حاولت في الحل التاني ده ان انا اجمع بعض الافكار اللي جات لي او افضل الافكار اللي جات لي من الحلول اللي انت و شاركتوني بيها و حاولت استعرض طريقة مختلفة رغم ان انا كنت مجهز في البداية record functions واعتقد straight forward وبسيطة جدا تعالي نلود التابل التاني close and load to تعالي نختار existing work sheet و تابل و ممكن نروح كده بعد التابل الاولاني مثلا في column s او في column t و ندوس على اوكي و ادي التابل التاني طبعا مديك نفس النتيجة بالزبط تعالي نجرب نزود بقى vendor 5 هاختار vendor 5 control c و هحطه الزقه في التابل اللي موجود التابل الاصلي control v المرة دي ممكن نروح على data و اقول له refresh all تعالي نشوف ايه اللي حصل الاثنين تابل حصل لهم تمدد بقى عندي vendor 5 موجود هنا و موجود هنا و حزبة lost price وال vendors حصل لهم update و الحلين identical زي ما انت شايف طيب لو اضفنا سطور جديدة تعالي نضيف سطرين جداد او منتجين جداد control v نفس الكلام refresh all هتلاقي الجدولين تمددوا فالحلين شغالين بشكل هايل جدا و النتائج بتاعتهم متطبقة الفقرة الاخيرة و المحببة جدا الى قلبي و شكر خاص لكل الناس اللي شاركوا معانا في التحدي ده و الصراحة كمان اتبسطت جدا لاني لقيت اسامي جديدة ما كانتش بتشارك قبل كده شكرا جدا للجميع وليد الحسن فاتحي طاها عليخاندرو سايمون شهاب الصغير ايمن ابو المجد انتوني سوفي محمود بني اسادي جوش اكسل جون رشدي مستر سامير توبيل محمد تنبوالا ادريل دي اس روي ويلسون عثمان ابو زياد زياد شرف شمسان ليفي ثماج و المهندس زكريا ابو هارون شكرا جدا لكل واحد فيكو ارجو تكونوا استفدتوا من التحدي وانتظروني في التحدي القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته